تواصل أجهزة وزارة الداخلية تأمين الاحتفالات بعيد الفطر المبارك بالتزامن مع قيم الوزارة ومن منطلق مسؤوليتها الاجتماعية بمشاركة المواطنين الاحتفال بالعيد من خلال تنظيم زيارات إلى المرضى بالمستشفيات ونزلاء دور رعاية المسنين والأيتام وتوزيع الهدايا عليهم تواصل وزارة الداخلية تنفيذ خططها الأمنية لتأمين احتفالات المصريين بعيد الفطر المبارك والتي تعتمد على نشر الخدمات والدوريات الأمنية بالشوارع والميادين وتكثيف الارتكازات والخدمات الأمنية أمام المنشآت الهامة والحيوية والمتنزهات والحدائق العامة وأدور العرض السينمائي والمقاصد السياحية والأثرية التي يتوجه إليها المواطنون للتنزه وقضاء أيام العيد الناس حاسة كلها بالأمن والأمان والناس بيتحرك زي ما هي عايزة وكل ما تمشي وتلاقي ناس من بلاد عربية وناس من بلاد أفريقية ما شاء الله نصر جميلة التواجد الموجود بيحس الناس بالأمان بيحسسهم بالطبعونينة داخلين من شاء الله عليهم وقفين بشكل الوقت كنت خارجة يعني دلوقتي وجيت الحديقة الدولية فلاقيت مزموعة من الزباط الشرطة وكده فده حاجة يعني بتحسسنا بالأمن والأمان وإن احنا مرخبش من أي حاجة وفي أي وقت ننزل طبعاً الروح والشرطة الموجودة رفع من روحنا المعنوية وعطتنا انبساط وأمان وإحساس إن فيه أمان في الشارع يا مصر يا اللي شمسك لا يمكن كريب أنا جنبك تملي ومنك كريب هندي لك عدية وأدي المسؤولية وشرطة شعب إحنا إدنا واحدة على الغريب لم يقتصر دور وزارة الداخلية على تأمين الاحتفالات بالعيد بل امتدت إلى الاحتفال مع المواطنين من منطلق مسؤولياتها المجتمعية حيث تم توزيع بواد تحتوي كحك العيد على المرضى بالمستشفيات وهو ما أضف جواً من الفرحة والبهج عليهم وأشاد بهذه المبادرة من الوزارة سيارة دي بتعمل فرق للمرضى للموظفين للدكاكرة لنا شخصياً قد إيه بنحس إن إحنا مدعومين وجهودنا حد حسس بيها ومقدرها النهاردة كان يوم جميل لتبساط لنا شفت زباط من وزارة الداخلية وكاتف دي جميلة جداً ومفاجأة بالنسبة لنا نوجه شكر وزارة الداخلية على اللمسة الجميلة اليوم اللي بتتكرر سنوياً أولاً لدعم المرضى نفسان ومعنوياً تحس إنهم دايماً مش لوحديهم والدولة بتدعمهم احتفالات الوزارة امتدت إلى دور رعاية الأيتام حيث تم توزيع العبوات على نزلاء هذه الدور والاحتفال معهم بالعيد وهو تقليل سنوي تحرص عليه الوزارة وهي أن تكون متواجدة وسط هؤلاء الأطفال وتقديم الدعم والمساندة لهم كما حرصت الوزارة على استحابي عدد من أطفال دور رعاية الأيتام إلى المحال التجارية لشراء ملابس العيد لهم للاستمتاع بأجواء وفرحة العيد وتوصلت هذه الاحتفالات مع المواطنين بالمناطق الحضارية الجديدة حيث تم توزيع كحك العيد على أهالي الأصمرات الذين أشادوا بالدعم المستمر الذي تقدمه الوزارة لهم وحرصيها على الاحتفال معهم بالعيد إحنا مبسطين جداً أن الزباط النهاردة جموا ودونا كحك العيد كل سنة طيبين وألف شكر مبسطين من المبادرات اللي بتيجا عندنا الرئيس دايماً فكرنا في الأعياد والمناسبات وفي كل حاجة ما بيسبناش في أي حاجة هنا مبادرة بيوزعو لنا الكحك العيد وكل سنة هم طيبين وبنشكر المسؤولين في الدولة كاملة تستمر وزارة الداخلية في تفعيل دورها الإنساني والاجتماعي من خلال مشاركتها الفاعلة للمواطنين الاحتفال بعيد الفطر المبارك من خلال توجيه المأموريات إلى دور رعاية المسنين وإلى المرضى بالمستشفيات المختلفة وإلى نزلاء دور رعاية الأيتام لتوزيع هدايا العيد عليهم عبدالبركات التلفزيون المصري